اصدر سعادة السيد نواف بن محمد المعودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف رئيس اللجنة العليا للإشراف العام على سلامة الانتخابات قرار رقم 133 لسنة 2022 بشأن إجراءات انتخاب أعضاء مجلس النواب بالنسبة للناخبين الموجودين خارج مملكة البحرين والمقرر إجراءها بتاريخ الثامن من نوفمبر المقبل وجاء في القرار أنه تشكل لجنة للاقتراعي والفرز لانتخاب أعضاء مجلس النواب في كل سفارة أو قنصلية أو بعثة دبلوماسية لمملكة البحرين بالخارج برئاسة السفير أو القنصل العام أو رئيس البعثة الدبلوماسية وعضوية اثنين من المسؤولين في السفارة أو القنصلية أو البعثة الدبلوماسية ويتولى أحدهما أمانة سر اللجنة وتتولى كل لجنة مباشرة عملية الاقتراع وفرز أصوات الناخبين الموجودين في بلد السفارة أو القنصلية أو البعثة الدبلوماسية بشأن انتخاب أعضاء مجلس النواب كما جاء في القرار أنه على اللجان المشاري إليها إجراء الانتخاب في السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية يوم الثلاثاء الموافق الثامن من نوفمبر 2022 وفي الحالات التي تقضض إعادة الانتخاب تجري الإعادة يوم الثلاثاء الموافق الخامس عشر من نوفمبر 2022 كما حدد القرار موعد بدء الاقتراع من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي للمدينة التي توجد بها السفارة أو القنصلية أو البعثة الدبلوماسية